السلام عليكم هل تعتقدون أن اللغة الألمانية هي لغة صعبة لا معنا سوف تتعلمون بسهولة والآن إلى الفيديو عزيزي المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله أهلا بكم درسنا اليوم هو عن دي مودال ذيبن دي مودال ذيبن وهي أفعال مساعدة وعددها ستة أفعال فعل ظلن ظلن الإرادة أن نريد شيئا إذا أردنا شيئا ظلن نقول ظلن ينبغي ظلن ينبغي ولكن ليس واجب ظلن كونن هو الاستطاعة استطاعة فعل الشيء كونن موغن هو تفضيل الشيء شيء مفضل أو نفضل الشيء نقول موغن دورفن هو السماح بالشيء شيء مسموح دورفن ومسن هو واجب موسن كما تشاهدون هنا فعل بولن ظلن في حرف الأو مشترك وفعل كونن موغن حرف الأو وفعل دورفن ومسن حرف الأو يعني هذه هي حتى تحفظ الأفعال بسرعة فهي كمساعدة بالحفظ طبعا هذه الأفعال تصرف حسب الضمير بمير إيش أنا مثال إيش will lernen إيش will lernen يوسف لتعرف لابعين أيضًا س強 يريدون إيش سي كما تشاهدون انا اخذت نفس التصريب ايضا نفس الفعل غير مصرف يبقى كما هو فعل سولن ايش سول مثال ايش سول نشت روخن لا ينبغي علي التدخين ايش سول نشت روخن 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 فعل كنن ايش كان ايش كان لسن وشت روخن ايش سول نشت روخن انا استطيع القراعة والكتابة ايش كان لسن وشت روخن Er, sie, es, kann lesen und schreiben. Wir können lesen und schreiben. Ihr könnt lesen und schreiben. Sie und sie können lesen und schreiben. Ich mögen. Ich mag. Ich mag Kaffee trinken. Ich mag Kaffee trinken. Ich mag Kaffee trinken. Ich mag. Du magst Kaffee trinken. Er, sie, es mag Kaffee trinken. Wir mögen Kaffee trinken. ihr mögt Kaffee trinken sie und sie mögen Kaffee trinken فعل dürfen ich darf ich darf nicht aufgeben ich darf nicht aufgeben aufgeben bedeutet es lernen du darfst nicht aufgeben er sie es darf nicht aufgeben wir dürfen nicht aufgeben ihr dürft nicht aufgeben und sie sie dürfen nicht aufgeben fa'al müssen ich muss ich muss arbeiten ich muss arbeiten du musst arbeiten er sie es muss arbeiten wir müssen arbeiten ihr müsst arbeiten sie und sie müssen arbeiten diese waren أنا أتعلم أنا أتعلم ألمانية أو اللغة الألمانية إذا وضعنا مدال الفيب في الجملة فتصبح فعل لرن هنا جاء كما هو بدون تصريف وجاء مكانه الفعل المساعد ذل من بولن فلهذا إذا جاء فعل مدال في الجملة فيأخذ مكان الفعل الأصلي والفعل الأصلي يعود إلى آخر الجملة بدون تصريف يبقى كما هو لرن هنا لرن كان إش لرن فأصبح لرن بدون تصريف إش بل لرن بدون مدال فيب تصبح الجملة إش لرن دويت إش لرن دويت مع الفعل المساعد مدال فيب تصبح إش بل دويت لرن هذا كان درس اليوم إلى لقاء قريب بإذن الله في دروس أخرى وشكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله إذا أهجبكم هذا الفيديو تضعوا ما قناتنا ومعه الآخر وإذا أردتم's اشتركوا في القناة ونشاركوا في القناة إذا كان هذا القناة اشتركوا في القناة مع السلامة جزيلا سلامة وإشتركوا في القناة